السلام عليكم كداري بساليكم كاتلتكم كلكم باخير والاخير وبصحة جيدة بنحبب بيكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم غطة البطاطة ندوزل المقادر على بركة الله سنحتاج هنا خزوة محقوكة ونحتاج الكفتة ونحتاج كذلك كبسة وحدة مشلدة وفلفلة حمراء وصفرة اللي قطعتها مكعبات ونحتاج الربيع ونسبة للتوابير سنحتاج نسبة ملاقة السكنجبير ورقم البلدي والتحمير والكامو والسكنجبير المهم مع نصف ملاقة صغيرة من كل شيء تقريبا ونصف رسم ملاقة صغيرة فقط هنا اخذت مقلات ونصفة ونصفة وفلفلة وفي نفس الوقت تقريبا 1-5 بطاطات كي يتسلقون مزيان في الماء هنا كنحرك مزيان البصلة ونخليها حتى كدبال من بعد البصلة والفلفلة كذلك تشحروا مزيان هنا تقريبا حتى يطيب مع البصلة والفلفلة وهو ضغية كي يطيب يعني كنحكوا له الشكل في الحكاكة الغليضة كي يطيب واحد الماء قزوين في الغاطة ونخذهم حتى يطيبوا شوية وفي هذه المرحلة من بعد ما بلية الخزوزة بدأ كي يطيب سوف نزيد الكفتاء لحتى لا تخرج الوقت يعني كثير ونزيد الثوابل هنا ونخلط مزيان الكفتاء لان ما كنتش ديرها لها الثوابل سوف نخلط مع الثوابل فقط من بعد ما طابت البطاطا صفيتها مزيان من الماء مزيان ومن بعد ما عزتها ونحتاج لها هنا بيضة واحدة وعندي هنا شوية ديال تحميرة نصف ملاقة تحميرة وملاقة ديال الملح وربع ملاقة ديال البزار ونحتاج كذلك الرباح ونحتاج كذلك تومة بودرة واحد نصف ملاقة ملاقة صغيرة ديال تومة بودرة كذلك وتقدروا كذلك تديروا شوية الهريسة لعندكم او السودانية انا ما مدرسه ونحن نخلط مزيان خلط البيض باش يشرب زين التوابل ويتخلط مع البيض من بعد خديثت الجيب الحلواني وعمرت صوب البطاطا المترجم ونحن نضيف هذا القلب الذي نقوم بها الكراتا ونضيف هذا الخليط الكفتة نفرح هذا الخليط وحش الكفتة في هذا القلب بهذا الشكل ونضيف الفرماج حمر كما تلاحظون كما تلاحظون لذلك كما تلاحظون الفرماج كما تلاحظون من بعد هذه المرحلة سنضيف البطاطا على شكل وردات كما تلاحظون بهذا الجيب الحلواني ستعطي المنظر كما تلاحظون مرة ونشارك معكم طرق أخرى وغرطان بشكل أخر يعني سيصلاح حتى في رمضان نقدرون نجدون بحلقات سهلين خصوصا بالنسبة لنساء العاملات يعني كتجي واحد الحاجة دي سهلة وفي نص الوقت كتجي زوينا وبنينا نقدرون رفقوها مع الاسوب ولا مع أي حاجة إن شاء الله سأعطيكم مزيد من الاقتراحات في الفيديوهات المقبلة نتمنى غير تتابعوا الفيديوهات ديالي وإن شاء الله ديما سيكونوا الأفكار والجديد إن شاء الله هذه هي الطريقة لكي تشكرون هذه الوردات يعني كتضغطوا على هذا الجيب الحلواني وفي نص الوقت سنزيدكم للفوق لكي تأتي الوردة على هذا الشكل كما ستشاهدون معي هنا ما بينهما مزيدة الكاميرا بالبيدية كما سنتظر لكم الطريقة مزيدة وفي نص الوقت نفكركم دي رجل الفيديو إلى أجبكم بطبيعة الحال وما تنسوش كذلك تشكرون مع العائلة والأصدقاء ومن نسبة الناس لما يوصلون لإشارات دي الفيديو كنتمنى أنهم يتزابون ويعودوا يديروا أبوني ويأكتبوا الجرس لكي يوصلون لإشارات دي الفيديو كنتمنى كما ترى المهمة هذه هي الطريقة ومن بعد سندخلوا للفرن درجة حرارة 100 200 درجة وكما ترى البطاطا طيبة وكذلك الحشوة ولكن البطاطا حيث فيها البيض يعني نجعلها طيب وضع البيض الطيب الذي خلطنا به البطاطا ومن بعد سندخل الفرماج حمر فوق البطاطا كما ترى معايا في الطريقة وكما ترى هذا هو الشكل نهائي القراطا من بعد الماطا كما ترى كي يجي في صراحة زوين لفشكل وكما ترى كما ترى في الماطاق كنتمنى انشاء انشاء الله تجربوا هنا الانجاب ونشكركم بزا فلاحسن المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة